سريعا الحقيقة أنه في مشروع قانون بتعديلات على قانون المرور والهدف المراضي هو السيارات المتهالكة معنا على الهاتف سيادة الليوة متحد قريطة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة السابق ايه الهدف من هذا المشروع وقصة السيارات المتهالكة سيادة الليوة مشروع من ذا وسيادة تمضلت بالمقدمة كده السريعة الهدف منه طبعا حضرتك الشكل الحضاري بتاع البلد الحاجة الثانية العربيات المهملة الموجودة ومتروكة بالشارع بتؤثر على حركة مرور وعاققتها وأنا من غنيبي طبعا مشروعات في خلال مرور طبعا العربية دي بتشكل عبع البيئة وتشكل برضو احتمال تخيصها في حوادث الهابية المشروع بيتكلم على انه ما هي المركبات المهملة هي التي تمر على انتهاء ترخيصها 30 يوم او تحمل لوحات معدنية قديمة او انقضاء المركبات يعني فيه مجموعة فيه توصيف للمركبة المتهالكة لكن مثلا فيه ناس بيبقوا مسافرين سيادة الليوة مثلا بيشتغلوا في الدغل العربية وسيبين عربياتهم فبتتبهدل هل دي بتعتبر عربية متهالكة ولا بنبلغ صاحب العربية ولا ماذا في متن المشروع بالضبط بيشتغلوا طبعا المشروع انا شايف المتكامل محترم جدا واضح كلها حاجة بسهولة جدا وبدون تعخذات يعني عشان برجو محدش يبتدي يحط حاجات او يجود من عندي ده فيه كتير جدا عربيات بنلاقيها عجلة متشال يعني زي ما بنقول مش عارفة متشال منها ايه وبتبقى مرمية بالضبط وقفزوا عليك الانقاط دي قال بقى يهينا بقى ما فيش مطور الكوريسيري اللي هو شكل الجسم متكامل متكسر متشال منها حاجات اعتبر دي انقاط طبعا عربيها لا تصوح اساسا من القيادة طب ومصير المصير العربيات دي ايه سيادة الليوة اه القانون بقى هنا كمان فيه اعاقة كانت موجودة بكده حالات حالة 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 الموضف المطال بساطة قالوا والله يستاذ ضبط المرور حينصف مع الوحدات المحلية او اه اللي هي وحدة ضرر محلية الاحياء يعني او الاجهزة التابعة لهاية موضوعات العمرانية الجديدة حسب بقى المكان اللي هو فيه ولو بالله انا الايه العربيات دي على سادة ضابط حسب الموضفات اللي احنا قلناها من اول اللي هي مهملة او او انقاض يبتدي يحرر محضر في قسم الشرطة التابع له ويوصف العربي دي بالظبط ومش بس كده افرد ما لاناش اكام او لوحاس السيد الزبط عارش كل الزباط المرحلية معهم ده انت الجدي ايه في ايديهم مجرد ما بيدرب رقم اللوحة على الجهاز قدام ومتقول له العربي دي تاعة مين ومتايا الترافيز او مترو او خلاف وطلعا يعني اه حيحرر المحضر بالكلام ده ويوصف المنظر الليه عليه العربية وبعدين اه يحرر يقول لها صاحب الملحاش لو مجرد لو حد ناجم حكم معا حد يرفع الشرطين والمطور بتاعها عشان نقدر من نتعصل لها لها مالك ولا ملحاش مالك مسجلة عندنا بقاعة البيانات ده او لا لا ثم يختر المحافظة المحافظة بقى حتى تولى بالبيانات دي انها تختر مالك المركبة ده وتقول له خلال تمانية واربعين ساعة من تضلح في قسمتك احنا عرضتك شلناها حفوناها في المكان بخلاني او الان قضع ساعتك بشلناها وعطوناها في المكان بخلاني على الساعتك تتضل مشكورا لنسيج لتسدد النفقات اللي احنا عملناها دي النفقات دي ميلة عاي حدثها كل محافظ مختص حيقول له والله انا حدثت المكان اللي هو ده حطيته على احراسه قدت اليوم حيبقى بشكل بخلاني والله الساعته بقى حيروح خلال ستين يوم يستلم المركبة بتاعته بيتقدم بطلب النيابة المرور يقول له والله انا مالك المركبة بقى دي مستندات ايئا وانا كنت تتابل العربية الدية وانا عايزه هتقول له طب حضرتك كدد اللي عليها بقى اللي هي الايواء والرفع والحاجات دي كلها وكان عليها غرامات مرور او عليها اه يعني فلوس خاصة للمرور او خلافه تددتها وتعالى وتستينا معربي طب ما جايش بقى خلال ستين يوم بقى على طول بقى حيستر على طول يتم بيع المركبة دي اما بالامر هو باشد او المذاب العمل وده حاجة كلها جدا جدا كنا بتفتقدها قبل كده ده اهمية القانون المتكلم عنه انا اعظم ان ده قانون مهم جدا حيبدأ التنفيذ امتى احنا شايفين ان في حاجات قرات يبتدت تتشالم الشوارع لكن ده ليس طبقا لهذا القانون طبعا ده ده الشغل القديم اللي هي طبعا يعني هو ساتف طبعا دميل جدا لسان ان انت شغلت ازاي بقى لأ مرور شغل واحد العمر ومحنا طول عمرنا شغالين منشيل عربات المهمال انقبض كل اللي احنا بموضوع ان نحن ناخد العربيات نحطها في المركز الوقتة باعة للشرطة ونحط عليها حراسات وخلافه ولكن القانون ما بيش سنة ان انت تقدر تريحها وتعملها قدما تصل النيابة والنيابة تحيلها للقضاء طبعا فترة طويلة جدا 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 القانون ده حاجة مشكلة صح حضرتك بنخترك باي طورة مطورة الالكترونية حتى الحديث قدامك ستين يوم جيت اهلا نصحنا طب ما جدش احنا هنبيحها ورغم هذا القانون ليس في احجاف لأي حد في هزي الفلوس ما بتروحش الخزانة العام باشارة بعد البيع اللي هي وطبعا بتعلنه يعني كمان ثانين وورا فعلن المالك قبل جالفة البيع بتلت تيات حضرتك مجدش غير دلوقتي واحنا هنضطر نبيح مجاش تفضل فلوس دي بعد البيع تعلقه في الدينة عند الحكومة لمدة ستة وشهور منحققه يروح يقول والله انت وقت عربيتي بس انا منحقق ثلصة قلو تفضل فلوس حضرتك غير كمان والله العظيم ده قانون طيب اه لا بحاجة سماء بان المفاقات باي يعني صحيح احنا بيانا وتكلفنا كذا واقوي لها كذا تفضل دي الفلوس ما كاي مجاش خلاص لا انا اتمنى من الناس بقى اللي عندها سيارات وسايباها كده مهملة او سايباها كذا يا اما تاخدوها يا جماعة تبعوها يا اما لانه اه خلاص بعد صدور هذا القانون اه ااخد طبعا شهرين لحد ما يبقى فيه يصدق عليه وليحة تنفيذية وخلافه هذه السيارات المهملة في كافة ارجاء الجمهورية هتتشال انها اولا مش هتسايق جدا غير حضاري اتنين بتعرق للمرور تلاتة بصراحة بيتم استخدامها فيه اعمال ارهابية فالتلات امور دي ما لهمش اي لازمة ان احنا نبقي على هذه السيارات المتهلكة او اظن ان ده فعلا قانون في وقته جاء في وقته بشكرك جدا سياتلي ومتحة قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الصادق اشتركوا في القناة